إذن للوقوف عند استمرار تهريب العملة الأجنبية من العراق ومسؤولية الأحزاب السياسية عن هذا الانهيار الاقتصادي ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي عبدالقادر النايل أستاذ عبدالقادر مرحبا بكم يعني بداية كيف يمكن لحكومة أن تسكت بهذا الشكل عن موضوع تهريب العملة الأجنبية من البلاد هل هي مستفيدة من ذلك أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساكم وسا مشاهديكم الكرام الثابت في العراق أن الحكومة هي التي تساعد على تهريب العملة خارج العراق وهي المحور الأساس في عملية دفع تخراج خزينة العراق والأموال الصعبة أو الأموال الدولية من العراق للخارج وبالتالي هي التي دمرت الاقتصاد العراقي بدءا من أنها متواطئة في بيئ في مزاد العملة ما يقارب يوميا أكثر من 300 مليون دولار وبالتالي هذا يعد تواطئا ممنهجا وعملا متعمدا في إفراد الاحتياط العراقي لأن واردات العراق شهرية من النفط لا يمكن أن تتجاوز أربع مليار بالحد الأعلى خمسة مليار بينما هي تبيع في كل شهر ستة مليار بما معنى أنها تأخذ من أموال الاحتياطي لديها وبالتالي الذي يأتي بالصادرات المالية ويفرغها في مزاد العملة هذا ليس حريصا على عملية الاقتصاد العراقي لذلك تنوعت الأساليب نعم وبالتالي الحكومة هي التي تدفع وعندما ركزت على قضية الماستر أو البطاقة التي يستخدم في إخراج الأموال وهي أحد الوسائل في إخراج الأموال خارج العراق ركزت لأن بعض الفاسدين من الأعزام السياسية بدأ يستخدمها لصالح الشخصية ولذلك الأمر التسع وإلا أين هم من رابطة المصارف الإسلامية الخاصة لعلوغنان وغيره أين هم من هذا المزاد الذي يباع يوميا وهو نفسه السوداني قال العراق ليس بحاجة إلى أن يلبيع البنك المركزي 300 مليون دولار يوميا لذلك حقيقة الحكومة هي التي تدفع بانهيار الاقتصاد العراقي لأنها حكومة مدعومة أو مرعية إقليميا ولكن الأحزاب تعلم تماما خطورة عواقب تهريب العملة على الاقتصاد فضلا عن العقوبات المحتملة من قبل الصندوق الفيدرالي الأمريكي على أي أساس تتعامل الأحزاب في إدارتها للدولة إذن أستاذ عبد القادر تتعامل على أساس أنها تملك المال بالخارج وبالتالي من خلال غسيل الأموال وأنها توفي بحق من يدعمها من الدول الإقليمية ولا سيما إيران في مقدمتهم وبالتالي هي لا يهمها إفقار الشعب العراقي بل على العكس هي تتعمد إفقار الشعب العراقي هذه الأحزاب وبالتالي تريد أن تستخدم هذا المال لاحقا بسبب فقر العراقين في الانتخابات ليكون هذا المال السياسي المسروق من أموال العراقين هو الأداء في إعادة وجودهم وتدويرهم مرة ثانية لأنهم سيمتلكون المال الذي يشتري فيه الأصوات أو تزور فيه الأصوات بطريقة واضحة لذلك هم يعلمون ذلك أما إذا كانت هناك عقوبات أمريكية فهم يعلمون تماما تعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريدون كسب أكثر وقت ممكن وإذا جاءت هذه العقوبات فهي لن تطالهم وتطال أموالهم التي غسلوها خارج العراق كان أيضا يتحملون جزء كبير من مسألة أو مأساة الاقتصاد العراقي وتهريب العمنة لأنهم يعلمون تماما إلى هذه اللحظة التحايل وأكذوبة الاتفاقيات التي جرت بينهم وبين البنك المركزي العراقي بدليل أنهم جاءوا بعلي العلاق مهندس سرقات والبنك المركزي والذكريات واضحة في غرق المركز أو اختفاء المليارات من داخل البنك المركزي لذلك هم يعتمدون على إفقار الشعب العراقي لصالحهم انتخابي لو وضعنا إصبعنا على الجرح وتحدثنا عن أس المشكلة هذه البنية الاقتصادية الحالية لماذا تتواصل بهذا الشكل ويأبى الإصلاح؟ أين المشكلة تحديدا أستاذ عبدالقادر؟ المشكلة تتعلق في إطار النظام الاقتصادي للعملية السياسية الحالية فهو نظام عشوائي لا يمتلك أي مرحلة من مراحل الحفاظ على الاقتصاد العراقي لأن من يريد أن يحافظ على الاقتصاد لا بد أن تكون لديه احتياطيات حقيقية من الذهب أولا ومن ثم من تنويع مصادر الدخل وبالتالي عندما يكون هناك استيراد أو العملة الصعبة التي يكون أساسها بيع النفط مقابل الدولار لا بد أن يكون الداخل إلى صندوق أو إلى بنك المركز العراقي أكثر بكثير أو أكثر من 50% من الذي يخرج من بنك المركز العراقي هنا حقيقة لا توجد هناك أي شفافية في هذا الموضوع لذلك هم يعتمدون على سياسة العشوائيات بدليل على أن المنافذ الحدودية إلى هذه اللحظة ريعها لا يصل إلى وزارة المالية أو إلى بنك المركز العراقي فقط يعتمدون على النفط وهم يبيعونه يوميا من خلال الواردات خلال الشهر الكامل تباع يوميا بالتقصيد المريح لذلك من يرهن اقتصاده إلى الخارج ولا سيما إيران بالتالي لا يمكن أن يمتلك رؤية حقيقية لبناء اقتصاد لذلك نحن لا نمتلك سيادة اقتصادية في العراق حتى يمكن أن يكون هناك وضعا اقتصاديا يمكن إصلاحه فلا يوجد هناك أي ملامح لا للإصلاح ولا لعملية التقويم للمحافظة على اقتصاد العراقي بل بالعكس هم يغلون بالمال العراقي سرقة ومن ثم يضعونه أمام الدول الراعية للفساد وبالتالي إيران تستفيد من المال العراقي بشكل كبير تماما ولولا الدولار الذي يأخذ من خلال البنك المركز العراقي عبر عدة طرق أبرزها شراء العملة وتهريبها لانهارة إيران اقتصاديا بشكل كبير على ذكر الشفافية أستاذ عبدالقادر خبراء اقتصاديون تحدثوا عن ملايين الدولارات هربت عن طريق البطاقات الاتمانية وأيضا عن طريق المصارف الخاصة يعني أين الأجهزة الأمنية من عمليات مراقبة تهريب الأموال إذن؟ أولا من يسيطر على الأجهزة الأمنية سواء هذه الأحزاب والميليشيات المسلعة وتعلم ويعلم المشاهد الكريم أن هذه الميليشيات والأحزاب تعمل لصالح دول على حساب العراق وهي أس المشكلة بالدليل أنها تسيطر على المنافذ الحدودية والمنافذ الحدودية غير خاضعة عن الحكومة بالمطلق وبالتالي لا يمتلك أي السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية نفسها السيطرة على هذه المنافذ الحدودية وبالتالي هناك تواطئ كبير من قبل الأجهزة الأمنية في عملية التحايل وتهريب العملة وإلا الحقيقة هناك معنية بالجريمة الأمنية الاقتصادية وبالتالي ينبغي أن تكون هناك فرق أمنية خاصة تكافح الجريمة الاقتصادية هذه غير موجودة في العراق لأنه لا زالت الرشاوة ولا زالت سيطرة الأحزاب عليها وبالتالي هم يستخدمون ضباط دمج لا يمتلكون أي معلومات حقيقية في قدادة مواجهة الجريمة الاقتصادية بحق الشعب العراقل وبحق الاقتصاد العراقي لذلك لا توجد لدينا حقيقة قوات أمنية حقيقية تحافظ على الاقتصاد ومتعاونة مع هذه الجريمة الاقتصادية المنظمة التي تستهدف الاقتصاد العراقي بشكل كبير وواسط عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي عبدالقادر النايل شكرا جزيلا لكم